اهلا بكم في صناعة تلاميذ وسط عالم مضطرب في نهاية 2020 بدأت اطرح الاسئلة التي اعرف انها تراودك كراع بغض النظر عن اي بلد تعيش فيه فان على من تغير لقد تغير على نحو دائم ولكن في اخر شهرين من عام 2020 بدأت اصلي واتأمل فيما يحدث من الاغلاق التام والمشاكل الاقتصادية والمعانات وقد تحدثنا مرة في كل شهر مع رعاة على مدار ستة اشهر والاسئلة التي بدأت تشغل قلبي وعقلي هي ما العمل الان؟ ما الخطوة التالية؟ ولماذا؟ ماذا علينا ان نفعل كرعاة؟ ما الذي يحدث في العالم؟ في رسالة بولوس الى اهل غلاطية اربعة اربعة ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه وملء الزمان تعني لما كان العالم في مرحلة الحبل كان العالم يسير على ذلك النحو كانت تلك اللحظة من الزمن حيث عمل الرب بطريقة قوية جدا وواضحة اذ تحدثت مع رعاة هنا وعلى مستوى العالم بدت مشاعر الاحباط شديدة هناك شعور عام بالتدهور الكنائس لم تكن قادرة على الالتقاء والعديد منها اغلق اضطر الناس الى الانتقال الى اماكن اخرى البعض في وضع سيء بدأت اتساءل واقول يا رب ما الذي تفعله؟ وبينما اصلي رصدت ثلاثة ملاحظات الاولى بان الطبيعي لن يعود ابدا والانتظار حتى تعود الامور الى الطبيعي الذي كنا نعيشه هذه فكرة لم يعد لها وجود فبعض الاشياء تغيرت على نحو دائم الثانية لا يمكننا العودة الى ادراجنا لو انك تقول لا اطيق الانتظار لان تعود الكنيسة كما كانت وسنفعل ما اعتدنا القيام به عليك ان تعرف بانه لا يمكننا الرجوع الى ما سبق والثالثة نمر بلحظة تاريخية حاسمة ليس في العقد الذي نعيش فيه ولكن اظن باننا في احد تلك العصور الهامة وشهدنا تحولا في العالم ومعظمه في العديد من الاماكن يبدو انه تحول سلبي واليك ما اود ان اذكرك به اعظم التحركات الالهية التي رأيناها حدثت عندما تهاوت الثقافات والامم والمجتمعات عندما تبدو الاشياء على نحو سيء فان شعب الرب في المراحل الانتقالية يبدأ في سماع صوت الرب لن يشكل الاغلبية ابدا من سيبدأونهم حفن قليل من الناس شخص ما في منطقتك انا حيث اعيش نحن من سنقول يا رب ما الذي تنوي فعله في هذه السلسلة سأتناول ستة اجزاء وبينما اصلي جعل الرب الامر واضحا جليا امامي اولا علينا ان نسأل انفسنا كرعاة ماذا تريد مني ان افعل ثانيا كيف تريدنا ان نقود كنائسنا ماذا نحتاج ان نفعل ومن ثم كيف نفعله ثالثا كيف نشجع بعضنا الامر ليس صعبا حتى نفهم ان ما يحدث في ارجاء العالم ما هو الا تمهيد فنحن على اعتاب مجيء الرب الثاني اكثر من اي وقت مضى والرب يفتح الابواب امامنا والسؤال هو اسمعوا جيدا ماذا نفعل بينما كنت اصلي واتحدث مع القادة صليت واذب الرب يوضح لي الامر بصورة جليا ويقول يا تشيب العالم يبحث عن رجاء يبحث عن مخلص يبحث عن مسيح يقولون من الذي سيفهمنا ما يدور حولنا نحن في امس الحاجة في بعض الدول نجد المعاناة اقتصادية والبعض الاخر المعاناة سياسية والبعض تعاني الكنيسة فيه من الاضطهاد لدينا مسيح واول شيء اريد ان اقوله ها هي طريق العودة بالنسبة لنا فان تركيزنا كرعاة وقادة يجب ان يكون على المسيح وليس على المشاكل الي كما اقصده هناك قضايا هامة الفقر الوفاق العرقي تجارة الجنس المشاكل الاقتصادية مشاكل متنوعة هناك العديد من القضايا الهامة ولكننا نحيا في زمن نحتاج فيه كرعاة ان يكون تركيزنا الاول والاخير على قضية المسيح لدينا الرجاء الذي من العالم قال يسوع وانا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي الجميع اكثر من اي وقت مضى لا يمكن ان نشرد باذهاننا لا اقصد ان هذه الامور ليست هامة العالم الذي نعيش فيه الان لا يمكننا ان نجعل اي قضية تعلو فوق القضية الاولى وهي الكرازة بالمسيح وإياه مصلوبا ومن ثم تنفيذ الوصية العظمى التي اعطاها لنا فاذهبوا وتلمذوا من يتبعون الرب هم رجال ونساء يعيشون باستقامة يشاركون بالبشارة يبدأون في اعادة بناء العائلات وفق ما يقوله الرب العالم يمر بتحديات غير مسبوقة اظن اننا بصدد اعظم فرصة على الاطلاق قرأت لدارسين علمانيين ودينيين ومن لهم توقعات مستقبلية وجدت انهم اشتركوا جميعا في شيء واحد تلك المنظمات والهيئات التي لا تبكي على ماضيها وليست غاضبة مما حدث والتي ستمسك زمام القيادة بجسارة وابتكار حان الوقت لان يكون لنا حلما عظيما وان ننظر الى عدة امور قمنا بها في الكنيسة على مدى خمسين عاما ونقول بعض الاشياء لم تعمل بصورة جيدة قمنا بجمع مجموعات من الناس ولكننا لم نصلهم في العمق نواجه مشاكل بسبب ما حدث داخل العائلة ولدينا رعاة مشهورون ورأينا الخطية تحدث في نطاق المسيحية ها هي الفرصة سانحة الان للبقية حيث يقول بعض الرعاة سنحلم بجرأة وجسارة سنخطو الى الخارج دعني اسألك في رأيك اين سيبدأ هذا كل تحرك عظيم من الرب عبر التاريخ منذ اعمال الرسل اثنين وحتى الالفي سنة الماضية عندما تسوء الاحوال بشدة ماذا يحدث يقيم الرب قائدا قائد في مدينتك في مجموعتك في مدينتي في وطنك ثم يبدأ في الهمس في اذان مجموعة من الناس مجموعة من الناس ينظرون للحياة من خلال عدسات الاله الخارق للطبيعة يسوع المسيح عدسات تكشف بان الرب يصنع المستحيل يدعونا لان نقبل اليه ويقوم بعمل مشوق للغاية قبل ان يحدث تغييرا عظيما يقول لكل راع رجال ونساء مثلي ومثلك هذا هو المكان الذي يجب ان يبدأ التغيير فيه اؤمن بان روح الرب يقول ايها الرعاة وقادة الكنائس انا اعلم انكم محبطون اوجه كلامي لبعض منكم ممن يشعرون باحباط لان الشعب لم يعد بعد الى الكنيسة او ما زال لا يستطيع التجمع ككنيسة الاوضاع الاقتصادية متعثرة البعض منكم يعاني الاضطهاد ومن السهل ان تشعر بانك محبط ومنهك تحدثت مع العديد من الرعاة اعهدوا لك به مجدداً ايها الرحاة الاولى عن هذه النعمة العجيبة هذا الغفران هذه المصالحة هذه الحياة الجديدة التي نلناها وانا نفس الروح الذي اقام يسوع من الاموات هو ساكن فينا ثم تستهل رسالة روميا اسححها الثاني عشر بالقول فاطلب اليكم ايها الاخوة برأفة الله ان تقدم اجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية انا اؤمن لو ان الرب سيجري عملاً عظيماً في هذا الوقت على مستوى العالم فانه سيبدأ بنا وسيتعين عليه ان يعمل فينا بعمق قبل ان يعمل بصورة ملموسة من خلالنا على المستوى الشخصي في نهاية عام 2020 اصابني الاحباط تطلعت الى كل الاشياء التي لم استطع القيام بها كنت اعاني صراعاً داخلياً كنت محبطاً من التدهور الذي اراه والانقصامات انا امريكي اعيش في بلدي والانهيار الاخلاقي والصراعات داخل الكنيسة وفي كل مكان ارا كنائس فقيرة ورعاة يعانون واناس لا يسيرون مع الرب ولا يغيرون العالم ثقافات تؤثر في شكل الكنيسة اكثر من تأثير الكنيسة على تلقى الثقافات صليت يا رب اعرف ما تقوله كلمتك اعرف ما هو حق واذ به يهمس الي تشيب اقترب الي فاقترب اليك ثم بدأ يتكلم معي وادركت بانني اصبت بفتور روحي اتفهمون ما اقصده؟ شيئاً فشيئاً حين شعرت بالاحباط فقدت الانتعاش والقوة ما نحتاجه اكثر من اي وقت مضى هم قادة الكنائس ورعاة وقساوسة يأتون بكل كيانهم بطريقة جديدة واذ لم تفعل ذلك منذ فترة اضع امامك هذا التحدي ان تأتي بكل كيانك وبكل ما لديك وتخضعه للرب من جديد يا رب ها هي خدمتي ها اسرتي ها موارد المالية ها مستقبلي واحلامي واحباطاتي كل ما لدي وكل كياني اقدمه في هذه اللحظة في يوم محدد اليوم ارجعه اليك الخضوع هو القناة التي من خلالها تتدفق اكبر وافضل بركات الرب الامر يبدو صعباً وقد يصيبك هذا بالاحباط ولكنني اخبرك بان روح الرب سيهمس في اذاني وقلوبي بعض رجال ونساء عبر العالم اجمع وروح الرب سيتمم مقاصده قال مؤكداً لنا سأبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض فهو يبحث عن رجل عن امرأة عن طالب عمن قلوبهم كامل نحوه ووعده لهم سأشددكم وأشجعكم نحتاج لإله المعجزات نحتاج للإله الذي شق البحر الأحمر والإله الذي أنزل المن والإله الذي أقام الناس من الأموات وذلك الإله هو حي عليه أن يكون حياً بطريقة جديدة في داخلنا لا يمكننا أن نستمر في أن ننظر إلى كل ما هو خطأ وسلبي تلك الخطوة الأولى هي أن تقول يا رب مهما حدث لن أستسلم لن أنسحب أرفض بعد الآن أن ظروف هي التي تحدد شكل الحياة سيعود تركيز قلبي وفكري وروحي عليك وحدك على كلمتك على مقاصدك وعلى وعودك قرب نهاية عام 2020 استحبني الرب في تلك المسيرة وقلت له يا رب سأفعل أياً كان ما تريد مني أن أفعله كل ما لدي متاح بنسبة مئة في المئة بيتي أموالي أحلامي مستقبلي وأسرتي يا رب نعيش في زمن استراتيجي محوري وبدأت أقرأ عن كل النهضات التي حدثت عبر التاريخ كلها قد بدأت بمجموعة صغيرة من الناس التي همس روح الرب لها وكان أهم ما فعلوه أنهم أطاعوا بقلب كامل ثم قررت أصبحت مترهلاً روحياً وأحتاج أن أستعيد لياقة الروحية صحيح كانت لي أوقات عبادة وكنت أصلي ولكن هناك فرق بين أن أصلي وأن أجاهد هناك فرق بين أن أقرأ كتابي المقدس وبين أن أتناول جزء كبير من كلمة الرب وأحفظه وأردده مراراً وتكراراً في ذهن عدة مرات في اليوم كولوسي الإصحح الثالث اهتموا بما فوق لا بما على الأرض لأنكم قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضاً معه في المجد ما الذي يقوله بشأن علاقاتنا فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفاً وتواضعاً ووداعة وطول أنات محتملين بعضكم بعضاً ومسامحين بعضكم بعضاً إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضاً وعلى جميع هذه البس المحبة التي هي رباط الكمال ما إن بدأت في حفظي فقرات من الكتاب أول شيء أفعله في الصباح أرددها بصوت مرتفع في سيارتي متى آخر مرة صمت فيها متى آخر مرة طلبت فيها الرب من كل قلبك وقلت لا أعرف ما الذي سيفعله أي شخص آخر في هذه المدينة ولكن يا رب أريدك أن تنظر إلي من السماء وتقول يوجد رجل يوجد امرأة قلبهما كامل نحوي حينئذ سيبدأ في العمل في داخلك وأعتقد أننا بحاجة لأن يشتعل شغفنا من جديد وشغفنا ليس في نمو الكنيسة شغفنا ليس في ظروفنا شغفنا هو أن نعرف الرب ونجعله معروفاً أليس هذا ما قاله يسوع عن الحياة الأبدية؟ عندما صلى في يحنى الإصحاح السابع عشر وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته نحتاج إلى العودة إلى الرؤية لمعرفته بشغف وعندما بدأت في هذه المسيرة واستمريت فيها وأنا أعيد ذكر المقاطع بدأت أجاهد في الصلاة وبعد عدة أيام بدأت أصوم وقلت يا رب ما هذا؟ عرفني شيئاً فشيئاً بدأ يعطيني تفاصيل أكثر وأمور ينبغي معالجتها أمور صغيرة وثن هنا وثن هناك تشتت في هذا الأمر آخر هناك وما اكتشفته بدأت أسمع صوته بصورة أوضح ومتجدد أكثر من أي وقت مضى لذا أنا أسألك اليوم ألا تتمعن في الأمر؟ ألا تأتي أمام الرب؟ وكما طلبنا نحن الرعاة والقادة من آخرين هل تأتي أمام الرب؟ وتكون على استعداد أن تقول له أخضع نفسي من جديد لك اليوم بكل كياني بكل ما عندي ذبيحة حية؟ سأفعل كل ما تريد مني أن أفعله سأتوقف عن فعل أي أمور تكشفها لي لا ترضيك سأذهب سأعطي سأسكب حياتي سأموت إن لزم الأمر ما أريده هو أن أحمل بشارتك للآخرين وأريد أن أسير معك باستقامة قلب وأريد أن أكون ذلك الرجل أو تلك المرأة التي يراهما الرب ويشجعهما هذا الجزء الأول عن كيف تغير حقا العالم ومقاصد الرب الجزء الثاني بعد هذه النظرة قلت بأنه لا يمكننا العودة إلى أدراجنا إن إعادة البناء يكون محورها النفوس وليس البرامج وسأبرز هذا الأمر في هذه السلسلة أريدكم أن تفكروا ليس عن الكنيسة ولا البرامج ولا الاجتماعات ولا موضوعات الدراسة ولا المباني ولا الميزانيات أريد أن نعود جميعا ونقول أريد أن ألتصق بالرب أكثر من أي وقت مضى في حياتي في هذه المرحلة المحورية من التاريخ لأنه سينفخ فينا من قوته يريد الرب أن يجري معجزات ولكن قوته تنسكب في آنية نظيفة وخاضعة وتأتي قوته من خلال آنية تصطف حول قضيته الأولى وهي صناعة التلاميذ بولوس الرسول في رسالته الأخيرة لابنه في الإيمان تيموثاوس يقول في الإصحاح الثاني من الرسالة الثانية لتيموثاوس فتقوى أنت يبني بالنعمة التي في المسيح يسوع لا يعني أن يشق الطريقة بمجهود شخصي ولكن أن يتقوى في نعمة الرب ثم يذكر لماذا وما سمعته مني بشهود كثيرين أودعه أناسا أمناء يكونون أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا علينا أن نبني النفوس وليس البرامج أو الأنظمة نحتاج لأن نجد رجل أو اثنان أو امرأة أو اثنتان لديهما قلب للعمل لأجل الرب حتى تقول ما إن نخرج من أزمتي كورونا نفكر في مستقبل هذه الكنيسة نعم سأكرز نعم سأفعل هذا في الكنيسة وسأبحث عن أشخاص يشاركونني الشغف بنفس القضية وسأنقل لهم ما عندي ولدينا التوقع بأنهم سينقلونها لآخرين لحظتم الثلاث صور التي استخدمها كجندي صالح ليسوع المسيح لا تشتت انتباهك ركز ثم يشير إلى اللاعب الرياضي ومن متطلباته الانضباط سيكون من الصعب تنفيذ هذا الأمر يعني أن نضع كل الأشياء الأخرى الجيدة جانبا لنعمل ما هو أهم يقول أخيرا ليس فقط كجندي أو كلاعب رياضي ولكن كمزارة عنده ترقب ويعرف أنه زرع في هذا الموسم ويتوقع الثمار وبالنسبة له هذا يحتاج إلى المثابرة والانضباط وتقول الأمور لا تتغير بين ليلة وضحاها ولكن هذا ما سأخبرك به ستتمم الكنيسة دعوتها أبواب الجحيم لن تقوى عليها يفتش الرب عن رجل أو امرأة في مجتمعك في مدينتك في بلدك سواء كان لك دور في طائفتك أو قص تخدم بمفردك في مناطق أو قرى صغيرة ما أريدك أن تعرفه هو أن الرب يريد أن يستخدمك ويغيرك أنت أولا إلى صورته وبينما يفعل ذلك سيجذب الناس حولك وإذا قلت أكثر من أي شيء آخر سأقوم بتلمذتي آخرين عندئذ ستبدأ في رؤية حركة من الرب داخلك ومن ثم حركة من خلالك يمكننا أن ننظر إلى العالم ونجد أنفسنا محبطين ننظر إلى الأنماط والطرق التي اعتدنا أن نفعل بها الأشياء بعض الناس كانوا معنا في الفريق والآن غير موجودين بعض أفراد العائلة يعيشون في صراعات وهذا يحبط عزيمتنا ويعطي فرصة للعدو لأن يحيد بنا عن الطريق أو نعالج أمور مختلفة قابلتنا بإمكاننا أن نكون تلك الجماعة الصغيرة التي تسمع همس الروح القدس التي تقول يا رب استخدمت دائما أناس عاديين ليسوا من المشاهير ولكن قلوبهم كانت كاملة نحوك يا رب سأتعمق في كلمتك وأخضع لك قلبي وسأجاهد لأجل إيماني وأنا أعطيك الآن صلاحية أن تفعل أيا كان ما تريد أن تفعله داخلي ومن خلالي وسنتحدث معا عن ما الخطوات التالية أؤمن أن الرب سيظهر لنا كيف يمكننا أن نصنع فرقا يغير مسار العالم أولا حياتنا ثم شبكة علاقاتنا وأؤمن لأن يسوع وعدنا بأنه سيتمم ما قد دعان لأجله قد يكون هذا الوباء أعظم نعمة في تاريخ العالم قد يكون سببا في إيقاظ الكنيسة كي نعود إلى الشيء الوحيد الذي دعانا كي نقوم به ومنه ستتدفق نعمة ومحبة وقوة وستعالج قضايا ثانوية أخرى كثيرة كالفقر والظلم العنصري والقضاء على تجارة الجنس ولكن من هنا يبدأ الأمر يبدأ بشخص عادي أنا فقط شخص ضعيف صغير وأنت حيثما تكون لا يتطلب أن يكون معك أموال أو تعيش في مكان كبير قريب هو الرب من المنكسر القلوب ويخلص المنصحق الروح وبينما أسير في هذه الرحلة أريد أن أختم بما كلمني به الرب لأنني شعرت يا رب أنا خائف من أن أخضع كل شيء مجددا وما قد يعنيه هذا وكتبت في يومياتي وهذا قرب نهاية العام أشكرك يا رب لأجلي كلمتك ومحبتك المتأصلة في من أنت وأذهلني أن أرى كم هو مشجع وحق لما قرأته للملك داود هنا وهو ينطبق علي لأنني في المسيح ثم في مزمور 17 كتبت في يومياتي نقلت الآية السابعة ميز مراحمك يا مخلص المتكلين عليك بيمينك من المقاومين احفظني مثل حدقة العين بظل جناحي كسترني أنت حدقة عينه أخرجني إلى الرحب خلصني لأنه سر بي هو يسر بك وأخيرا أرسل من العلا فأخذني نشلني من مياه كثيرة مزمور 18 ينزل من العلاء ليجعلني عظيما صلى داود بهذه الكلمات أيمكنني أن أذكرك عندما تتصارع في أن تقدم له كل الكيان وتعلن خضوعك من جديد وتعيد ترتيب أهدافك أذكرك بأنك مسرته بأنك ابنه يريد أن ينقذك ليسكب محبته في قلبك يا رب أصلي الآن أن تطلق روحك بطريقة قوية أعطنا نظرة سامية ومقدسة عن شخصك وساعدنا أن ندرك كيف أن الصلاح والمحبة والأمان والملاذ الوحيد هو في شخصك أنت وحدك الرب يسوع القائم من الأموات والجالس عن يمين الآب الذي يسدد احتياجاتنا ويمنحنا قوة ويساعدنا على تحقيق مقاصدنا في اسمه نحن نأتي الإله القادر على كل شيء شكرا في اسم يسوع المسيح آمين اشتركوا في القناة